اهلا بكم مرة اخرى ورجعين بابطال على مين غنوة بتتغنى انا بصراحة مش قادر اصدق ومش قادر اتخيل انتوا ازاي جات الجرأة ليكم ان انتوا تغنوا الغنوة دي لجماهير النادي الاهلي وازاي قادرين تقتنعوا انها فعلا حقيقة جماهير النادي الاهلي لما بتطلع بتقول من تلتة شمال بنهز بالجبال وبقى على صوت دايما بنشجع الابطال بتتكلم من خلال تاريخ من خلال بطولات من خلال شبه اكتساح من خلال نادي هو في صدارة اندية العالم من حيث تحقيق الالقاء محلية وقرية فبتتكلم وعارفها يا بتقول ايه كلامها متصق مع النادي اللي هي بتشجعه لكن لما تطلع انت تقول لي هو انتوا ابطال على مين لو انت مستني الاجابة احنا ابطال على حضرتك لو مستني الاجابة احنا ابطال على كل اندية افريقيا دليل ان احنا بطولاتنا بتتكلم عننا احنا في زعامة افريقية زعامة محلية فلو جينا شوفنا ابطال على مين على كل اندية لكن انت بصراحة لك نصيب الاسد في وصفتي لكن تعالوا نستعرض الاول بطولات النادي الاهلي مقابل بطولات نادي الزمالك اللي جماهيره مع شيكبالا مع تمال لعبين بيغنوا فكرة ابطال على مين في بطولة الدوري المصري الاهلي 42 لقب الزمالك وصل ل13 لقب في بطولة كاس مصر الاهلي 37 لقب مقابل 27 لقب في البطولة المستحدثة كاس السوبر المصري الاهلي 10 القاب الزمالك 4 القاب في دور أبطال أفريقيا الأهلي عشر ألقاب الزمالك خمسة في كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس الأهلي أربعة مقابل الزمالك بطولة تساوى معنا الزمالك في البطولة الكنفدرالية بطولة لكل فريق في السوبر الأفريقي الأهلي سبعة مقابل أربعة في كأس العرب واحد أصاد واحد السوبر العربي واحد مقابل لشيء كأس الكؤوس العربية واحد مقابل لشيء لنادي الزمالك دي أهم البطولات أهم البطلات اللي نادي الزمالك كان بيحاول أنه هو يفوز بلقب وصيف البطل وهو النادي الأهلي أعتقد الفرق واضح وبالتالي سؤالك إجابته وصلتك أبطال على مين أبطال على حضرتك